الجمهور بمشاعره وبعواطفه ما بيتغيرش تمتخيلين انه البعثة في تونس ناس جاية من كل الدول من كل دول العالم جاية عايزة تساند النادي الاهلي من الجمهور المحب للنادي الاهلي الحقيقة من دبي جاي مشجع اهلاوي لأستاذ طارق ناجي راجل عنده ظروف مرضية عمل جراحة في المخ الدكاترة هو هو ده ده تقريبا مر بنفس الظروف الصحية اللي مر بيها الكابتن خطيب واللي حذره نفس الدكاترة من انك انت تتعرض لأي ضغوط عصبية او توترات وابعد عن الضغوط لكن برغم كده بص بيقول الكابتن خطيب لا انا ما هدرش ابعد عن الاهلي وجاي لتونس من دبي دي يشايفين الكابتن والمهندس محمد سراج والمستاذ محمد الجرحي بيسمعوله عن ظروفه بتقدير واحترام قوي انه برغم ما تعبه ظروفه جاي اهو عايز يكون جنب الناد الاهلي في تونس الحقيقة ليه كل التحية ولف على البعثة وعلى المجلس واعضاء المجلس كلهم بيحييهم وجايب عالم الاهل وفنلة الاهل وحب الاهلي يا جماعة الاهلي قيمة كبيرة جدا عنده جمهوره انا يعني بتلقى رسائل كتيرة فاكر صديقنا كان قابلنا في المغرب في كاس العالم للاندية دكتور عبدالصمد الدليمي ده رجل عراقي عايش في بروكسل في بلجيكا ايه بيكلمني بعتلي مع اهلاوي اخر مصري هشام عيد في فرنسا انه عايز ينزل تونس بس عايز فرصة انه يقعد مع جمهير الاهلي هو ما معهش بصبور مصري يسمح له انه يدخل مع جمهور الاهلي بصبوره عراقي بلجيكي فكان طالب ان انا اوصله بادارة البعثة تمكنه انه يقدر يجيب تذكرة يدخل بيها مع جمهور الاهلي جاي من بلجيكا وهو رجل عراقي ورجل دكتور جامعة لكن هو ده الاهلي المشجع الاهلاوي الجميل الاستاذ طارق ناجي زميل كريم احمد موفد قناة الاهلي التقى في هذا الحوار وسجل انطبعاته عن هذه اللحظة كل التحية لكل مشاهدين او كل جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان الحقيقة اجواء طيبة جدا هنا في تونس الكل بيستعد زي ما قلنا النادي الاهلي عنده خطوة مهمة جدا نحو منصة التتويج ان شاء الله باذن الله المجهود الكبير اللي بيبزل وجود جمهور النادي الاهلي مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتو محمود الخطيب ان شاء الله كل الاجواء دي تكون مكللة بالنجاح ان شاء الله لالنادي الاهلي لكن عشان تعرف قيمة النادي الاهلي الكبيرة وحب النادي الاهلي الكبير وحالة يعني مهمة جدا معنا وهنتكلم معها باستفادة أستاذ طريق الناجي طبعا وجاي من دبي لكن حالة مهمة جدا وهتدينا رسالة مهمة جدا يعني ايه تشجع وتحب النادي الأهلي أنا براحب بيك طبعا الصراع في البداية وسعداء بوجود حياك معنا حياك جاي من دبي لكن ممكن احنا هنقول حاجة يمكن حياك دكتور محذرك ان انت ما تنفعلش ما تتعصبش ما تشجعش اصلا كورة فقول لي الحالة ايه الاول عشان الناس تبقى عارفة وانت جاي من دبي وانت في ظروف الحقيقة ممكن يعني نتمنى لك طبعا كل السلامة لكن قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا اطريبا اكيد قيمة النادي الأهلي كبيرة جدا انا عمري 65 سنة بقى لي اكتر من 60 سنة بشجع النادي الأهلي وراه في كل محافظات وكل استادات مصر ولما حتى بدأت اتغرب واروح دبي بيقيت اروح ورا النادي الأهلي في كل مكان الحمد لله الفترة الاخيرة كنت تعبت شوية جالي ورم في المخ عمل لي تأثير شوية على الجانب الشمال في وشي وطبعا مؤثر شوية على ناحية العصبية والنفسية بالتأكيد رغم ان اي دكتور ممكن يقول لي ابعد عن الضغوط ابعد عن اي عصبية ان ما فيش اي حاجة في الدنيا ممكن تفرحني قد النادي الأهلي فانا ورا النادي الأهلي في كل مكان الحمد لله ودايما بيسعدني وبيفرحني الحمد لله يا رب العالمين الكابتن عرف من دكتور سراج ان انا تعبان وطلب ان هو يشوفني ويقعد معايا وكلمني عن الورم اللي كان عنده في المخ وقال لي ان نفس الحالة حالة مشابهة وبدأنا نتكلم في الموضوع وبرضو بيقول لي ابعد عن الضغوط الراجل ده انا من وانا عندي من سنة 72 اول مباراة يلعبها الكابتن الخطيف ضد البلاستيك المباراة دي انا كنت حاضرها وانا عمري 10 سنين تقريبا او 11 سنة من ساعتها ما بيسبش الكابتن الكابتن بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا ما اقدرش اوصفها حاجة كبيرة جدا النهاردة زيدت بوقفته معايا وكلامه معايا وتطمينه لي يعني شرف كبير لي كابتن الخطيب شرف لكل الاهلوية اولا الترجي فريق كبير ولازم نحترمه ونقدره الترجي لانه كبير ولان النادي الاهلي كبير فالاهلي بيحترم الكبير اللي زيه فاحنا لازم ندي المباراة اهميتها لمواتش صعب مش سهل ابدا شايف في عيون لعبتنا كلهم شايف فيه على قد المسئولية وان شاء الله وان شاء الله نطلع بنتيجة ايجابية هنا في رادس وانشيل الكاس في القاهرة باذن الله إن شاء الله بإذن الله هي كل الشكر والتأدي للأستاذ طاري الناجي الحقيقي على حرصه وتواجده ودعمه الكبير جدا للنادي الاهلي هي دي القيمة الكبيرة للنادي الاهلي وهي دي قيمة جمهور الندي الاهلي فأي مكان وراء ده هتاف الحقيقة بيتطبع الارض الواقع الحقيقة بنوجه كل التحيوي والتأدير لكل المجموعة لجمهور الندي الاهلي بMER تدريب فريق الندي الاهلي تحفيز وتشجيع كبير جدا منتظرين إن شاء الله يوم السبت يا رب إن شاء الله يوم السبت يكون منفرحة كبيرة جدا على جمهور النادي الآلي وعلى كل الشعب المصري